اشتركوا في القناة التابعة للاتحاد الافريقي الذي تضمن بونديني بشأن إحداث بعتة لمراقبة حقوق الانسان في الأقاليم الجنوبية وحسب ما أورادته مجلة جون أفليرك فإن المغرب تصدى لتقرير اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيدي للاتحاد الافريقي في دورتها العادية الواحد والثلاثين والذي انعقد منذ الجمعة الماضي بالعاصمة الاتوبي أديسابابا مشيرة إلى أن التقرير تعارض مع سيادة المغرب على منطقة الصحراء إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلك كل ما هو جديد اشترك الآن